السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي صفة سفة خفيفة سفة شعرية تفوار نضيف الزيت نضيف حتى تفوار نضيف المطيب سوف ندير شعرية في الكسكاس و سوف ندير معها شوية زبيب مغسول من الفوق باش يتفور حتى هو كتجي غزالة هاد هاد سفا انا درتها ماشي بريستيج درتها غير بسيطة يعني زواق بسيط غير انا و راجلي يعني ماشي شي زواق ولكن جات غزالة كني الناس اللي كيديروها باللوز ولكن انا كان عشقها بالكوكو يعني بالفود السوداني اه تفور واحد ساعة المقانا و نرجع ليكم ان شاء الله عندي هنا كوكو اه اللي شريته هاكا كم حمر و طحنته عندي سكار اه هاي الشارية نبغت نوريا لكم يعني تفورات واحد ساعة المقانا غنخوي عليها هادك المطايب وهي في الكسكاس الكسكاس والبرما هادك الما كله غيهبط للبرما يعني ما تخافوش من هاد العملية هادي ما غاليش تعجليكم هنخوي عليها هادك الماسخون من فوق والما ديجا كيهبط من تحت هذا العملية هادي كجيه مزيانة من بعد غادي تصفها هي من الماء عاد غادي تبردوها بالماء بارد بحال طريقة ديجا الكسكسو 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 ما كنديروا ليش لمطايب غادي ندير واحد شوية ديالي بطبيعة الحال الملحة باش كتبنن ما يمكنش ديروها بلا ملحة ملحة را كتبنن وخا غا تكون في السكر غلاسي غادي تجيب نينة بالملحة انا انتم هاد الماء هذا ما تخافوش منه لانه غادي تشربو الشعرية غا تشرب دابق انا شربات لي الماء غادي ندير افلكس كاس عو ثانية تفور اتفور للمرة الاخيرة هيا حيتها من من الكسكاس غادي ندير لها واحد شوية ديال الزبدة الزبدة كتجيبها بواحد البنة غزالة هائلة واحد شوية ديال سانيدة وغادي نحلها مزيان يعني تكون تكون الشعرية محلولة وهذا يعني الشعرية محلولة على الشعرية انا زواح ديالي قلت للكو مرة درتو عادي درت الكوكاو درتو هكا من من الوسط يعني بحل زائد عملي اه بحل لرحم زائد غادي ندير صف هكا ديال كوكاو صف هكا ديال كوكاو غادي ندير الكوكاو من الوسط وغادي ندير فوق منه سكر غلاسي وغادي نزوق بالقرفة زواق بسيت ولكن ما نقول لكم شجاة الديدة الديدة عشاء بسيت وما فيش قوة الحاجات ولكن رامخ لنا فيها حتى حاجة يعني الحمد لله كلنا غادي ندير القرفة نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد هاد سفا هدي وغا تتعجبكم بطبيعة الحال لان الكوكاو كي جيزوين مع سفا اووووووووووووووووو متنسونيش ب الدعم ديالكم وب الايك ديالكم و والله يساهل عليكم ويفرحكم كل ما كاتم ننا و وان شاء الله باتل العواشر وله الليخطيكم عليا وتنقول لكم اسلام عليكم اشتركوا في القناة